ازايكم عمين ايه يا ربي تكونوا خير نهاردة ان شاء الله نتكلم على خمس نصائح لكيفية تعلم اللغة الانجليزية سواء انت كنت طالب يعني نقول بتبدي تتعلم اللغة او متوسط او اكتر من كده نبدأ ان شاء الله على طول بداية انا مستر اشرف مدرس لغة انجليزية فطبعا الفكرة في التعلم ان ازاي يتعلم دايما الطلوبة fiance اتقدموا نهاية التعلم انجليزي ازاي يتقن و احسن اذا او انا اسئل افلو اى جديد نحن احسن مستوا الجديد en ni cmde افضل ركز كونه على التعلم بدايياتا الآن سنتحدث عن الأسباب التي لا تفوقها في الإنجليز ولماذا لا أعرف أن أتعلم بسهولة الثاني هو كيف أتعلم وماذا أتعلم بداية حاجة اسمها الـ Grammar الـ Grammar هو عبارة عن القواعد أنا دائما أبتدي الإنجليزي كتعلم من خلال الـ Grammar وهذا خطأ لأن الـ Grammar هو القواعد عبارة عن ماذا؟ فهو عبارة عن وسيلة كيف تركب الجملة لكن الناس التي تبتدي من الـ Grammar تبقى غالبا بدأ خطأ يعني مثلا يتعلم اللغة العربية عن طريق الناح وهذا أيضا غلط لأنك لا تأخذ قواعد وخلاص على ذلك القواعد دائما تبقى حاجة جمدة فأنا أريد أن أستعملها هذا الهدف فأنا مثلا أقول لك الحل العاملي خدت مثلا قاعدة مثل الماضي البسيط أو المضارع التامة أو مثل ما تخدت أول ما تخلص على طول يبتدي يتمرن عليه خلاص أتقنت الماضي البسيط عرفت شكله عرفت التركيبة بتاعته إزاي بيستخدم وإمتها بيستخدم يبتدي أن أنت مارسه هتمرسه بطريقتين أول حاجة تكتب جمال كلها في الماضي يعني مثال ما تقول مثلا إيه أنا بلعب كرة بأنا بلعب كرة دائما مضارع فأنا بقدر حالي لكن عايز أخليها ماضي اللي انت خذتو بقى اللي انت دراستو عطول إيه I played football I went to the cinema I made مش عارف إيه يبقى أنا حاستخدم إيه اللي أنا درستو أبتدي أن أكتب عليه جمال بإيدي وهذه المهمة بعدما أدرس القاعدة بتاعتتي الحاجة الثانية وهذه الأهم أكتب مقالة أو باراغراف مقالة كاملة كلها في الماضي يعني مثال ماذا فعلت في الصيف الماضي في مثلا On the beach على الشاطئ اكتب أنا رحت مش عارف إيه وقابلت مين وسافرنا بإيه وكنا مع مين كله في الماضي ستقول مثلا قصة حصلت لك وانت صغير أو حادثة شفتها وانت صغير أو احكي فيلم انت شفته وانت صغير ستحكي له تحكي كله فيه زمن الماضي البسيط أول حاجة بعمل إيه ما بخدش القواعد انها الهدف نفسه فقط من الانجليزي حتى لو هو مثلا بيسألوني عارف المدرسة امارسها عملية تمام؟ النقطة التانية ان انت مثلا افترض يعني عندك في بعض القواعد يعني صعبة وبعضها سهل فانت بيتيجي مثلا على الحل اللي هو القواعد السهلة فبتخش على الجرامر من خلال انت بتوع تحل كتير في نفس القواعد السهلة طب ما انت مستفدتش حاجة انت قام حاجة تعمل ايه شيل القواعد السهلة من دماغك خلاص انت ضمنها لكن خش على ايه القواعد الصعبة وبتدي ان انت اشتغل عليها وحلها فنفترض مثلا انت عندك المواد البسيط ده حاجة سهلة جدا طب عندك المواد التام في لخبطها بينه وبين المواد البسيط هتعمل ايه؟ ركز على المواد التام طب مش عارف اوصل اللي انا عايزه بنفسي يبقى اعمل ايه؟ اجي مثلا لمدرس ولا حد فاهم اقول له انا كتبت مثلا مقالة في المواد البسيط حللي او علملي على الحاجات اللي هي تعتبر عندي خطأ او فيها اخطاء ولازم دائما تتابع مع احد من تبقاش انت الوحدة لان اللغة او اي حاجة مثلا لو بتكلم عن المواد تانية بيبقى لازم ان انا في حد اكبر مني او حد فاهم عني يحللي القصة ديت فتركز على الحاجة اللي هي الصعبة اللي عندك مش تمسك في الحاجة السهلة وتفضل تحل فيها وإلا كده انت بتهرب من المشكلة لا انا عايز احدد فين هي المشكلة وبتدي ان انا ايه؟ احلها مواد متخصص الحاجة التالتة في النقطة الاولانية انت دي مهمة اوي يا ركز في دي اوي صديق ليك بيدرس برضو معاك نفس المادة او بس ان بتكلم عن انجليزي وبيدرس معاك في نفس المستوى بتاعك ابتدي درس له القاعدة او الحاجة اللي انت خدتها وشوف هو مستقبلها ازاي فانت نفسك هتلاقي انت بتغير الطريقة بتاعتك حسب اللي قدامك او بتحاول توصله المفهوم ده باكتر من طريقة فهتلاقي نفسك انت مسلا مش فاهم الحتة دي هتحاول انت تتفكر فيها بطريقة تانية وتبتدي انت تشوف افهمها ازاي ووصلها له ازاي دي هتلاقي نفسك يعني بتجبلك على كذا حاجة فده اللي احنا عايزين ان انت ايه ازاي تذكرها وازاي توصلها لحد تاني وتبقى انت عايش الدور نفسه ان انت طالب وفي نفس الوقت ايه يعني بتحاول انت توصله المادة انت مدرس وطالب في نفس الوقت وبعد كده اعمله خطة ازاي ان هو يعالج المشكلة اللي عنده يدخل ان انت اللي مثلا عندك الحتة ديت فانت بتحاول تعالجه المشكلة بتاعته وهي مفروض اصلا عندك فانت كده ايه حيبقى فيه تفاعل بينك وبين تعلم هذه المادة او مثلا القاعدة فيه برضو حاجة كده يعني زريفة تعتبر انجابل هي النقطة الخامسة يعني بيقولك اقضي وقت ممتع مع اللغة الانجليزية يعني مثال افرد مثلا انت قاعد لوحدك مثلا هو ايه كده تفننت كده فبتطبخ ويه حط المكونات كده في ورقة على جنب يعني مثلا انت حاجي مثلا ايه جزر حتكتب مثلا مثلا ملح ولا حاجة يبقى مثلا اكتب كده ورقة ومسلا حقلب مثلا ممكن ويكتب الكلمات دي كلها وقعد ايه حاول تكون جملة وانت قاعد بتطبخ طب خلصت حتروح ايه ده انا عملت كزا الحاجات يا جماعة دي مش ان هي مجرد يعني بنلعب لا ده هي دي ايه معايشة اللغة ان انا بعمل حاجة فيها عايشتها قاعد مثلا بتتفرج على فيلم سواء عربي او اجنبي او اي حاجة بعد ما خلصت اكتب ملخص بايدك كده ليه الفيلم اللي انت شفته سواء كان برضو اكتب الشخصيات والبلوت بتاعتها الحبكة الدرامية الاحداث كانت بدأت بايه وفي النص ايه وفي النهاية انتهت على ايه اكتب الكلام ده كله بايدك حتلاقي عندك ايه يعني مصطلحات وحاجات حتدور عليها تبتدي اتدور انا عايز القصة تبقى ايه تعايش مع اللغة فمنجرد ان انت تبتدي تحرك ايدك وتحرك لسانك وتحرك عينك وكل ده حياثر طبعا معاك وحيفر معك طبعا كتير جدا دي اسمها ايه يعني ان انت اقضي وقت ممتع مع اللغة الانجليزية دي طبعا نقطة مهمة النقطة اللي بعد كده هو دي تعتبر نقطة مهمة جدا ان انت لو عندك القدرة ان شاء الله ان انت يعني تسافر برا روح ده ولا بتتكلم بالانجليزي الدول طبعا معروفة هي يعني تعتبر اللغة الأصلية بتاعتها طبعا انجلترا او بريطانيا او المملكة المتحدة كلهم مسمىات دي دولة واحدة طبعا امريكا كندا طبعا جزء منها كبير انجليش عندك جنوب افريقيا لو انت عايز تروح هناك الهند طبعا جزء منها كبير ويتعتبر برضو لغة أولية نيوزيلاندا فيها اهم دول دي كلها ايه اللغة الاصلية بتاعتها 처تابر ايه اللغة الانجليزية ستفرق معك كثير جدا يعني انت تعايش ناس بتتكلم هذه اللغة والكلمة دي تتقل امتى والجملة دي تتقل امتى في الموقف المختلفة المعايشة نفسها في اللغة تفر اكيد مع اي حد يعني طبعا دي حاجة نقطة اعلى شوية لو انت مثلا بتأهل نفسك لي مثلا دورة تويفل او تي او اي اي سي برضو تتعتبر من ضمن الحاجات المؤهلة لتعلم اللغة الانجليزية اه هتدري استعمل حاجات اعلى كثير جدا هتحاول انت تمارسها فياريت ان انت تدخل فيها بكو الحاجة اللي وراها انت دايما يعني تشوف الحاجة اسمه سيركولر سيركولرز هي النشارات الدورية في اي حاجة خاصة بيه اللغة الانجليزية اه كون صداقات مع ناس برضو زي مقلنا من برا يعني مقلنا نيوزيلندا مع انجلترا مع اي حد يكون بيتكلم اللغة دي هتقعد تقبط في الاول لو انت يعني مش مسكن قوي لكن مع الوقت هي بالمعايشة زي مقلنا يعني احنا اي حد فينا اكيد اطقن اللغة مش مع نفسه كده مش قاعد مسلا يقرأوا بتاعوا يحفظ لأ طبعا بيسمع بيشوف بيتابع ناس بيكلم ناس بيتعايش مع ناس ودي طبعا هي ايه هي الاهم فمن المعايشة ان انت تكون مسلا ممكن صداقات بجروبات كتيرة مراسلة بالايميل اه تشاتج مسلا على اي وسيلة دي حتقوي طبعا اللغة عندك بشكل كبير جدا طب خد بقى النقطة اللي هي التانية احنا كده بنتكلم النقطة الاولى اللي هي ايه لو انت بتذاكر الانجليزي من خلال الجرامر كلمنا فيها في ترات نقطة واحد اقول لك الكلام ده كله بالتفصيل في النهاية عشان تجمع المادة بتاعتك النقطة التانية هنا ان انت تحسن مهارات عمل الواجب الهوم ويرك بتاعك اولا لازم كل طالب لازم ليه هوم ويرك مش ممكن ان هو بيروح مثلا بيتهم كده ما بيخدش هوم ويرك ما بيشتغلش لأ يعني انت تقول مثلا اما المادلس ما بيدونيش لأ انت نفسك لما خدت قاعدة ابتد ان انت اعمل عليها واجب من عندك ما انت عندك مثلا كتب خارجية او مثلا ملزمة بتاخدها اكيد فيها واجبة عشان بتتمرن على الحاجة اللي انت خدتها طب اعمل ايه في الواجب وحل الواجب ازاي بحس ان هو يفدني في تعلم اللغة الانجليزية بداية اول حاجة خليك مرتب يعني اي مرتب دايما معاك في دفتر ملاحظات دفتر ملاحظات بتدون فيه اي معلومة كلمة جديدة معنى غريب جملة مثلا تركبتها غريبة جديدة بالنسبة لك دون الكلام دا كله انه بيضيع ممكن ما تلوش تاني حاجة تانية ممكن تستغرب لها استخدم القلم اللي انت بتحبه ما تجيبش قلم كده ايه اهو موجود وخلاص واكتب بها اي حاجة لا قلم انت متعود عليه انت تكتب به عشان انت ايه يعني انت تفاعل معاو كده دي مهمة جدا طبعا الحاجة التالتة الواجب بتاعك لازم يكون في وقت معين او نقول مثلا لو بلاش كلمة واجب عشان ما تقولش ان انت صغير وكده لا يعني انت في وقت معين الساعة كذا لازم ان انت تبتدي تشتغل في الواجب بتاعك يعني ما يبقاش مثلا نهاردة الساعة خمسة امبرح الساعة اربعة بكرة الساعة سبعة تقولي ما اصل حسب الدروس بتاعتي زبط بحيث بقى فيه حاجة مشتركة مواعيد مشتركة يعني مثلا اقصى درس بتخلصه مسلا الساعة سبعة او الساعة تمانية خلاص بقى تذكر مسلا من تسعة فاهم بحيث ان انت حتة التعاود على وقت معين دي بتزبطك تماما فلازم يبقى فيه ايه وقت معين تماما حاجة برضو مهمة ان انت كل شوية تعمل مراجعة لنفسك في الحتة اللي انت درستها يعني ما تسيبش نفسك مسلا تقرأ فصل بحاله يونت بحاله كلمات مش عارف قد ايه لا اعمل كل شوية كده ايه تشيك انا كده اخدت مسلا اربع كلمات رجعهم كده بسرعة مع نفسك هاي في ورقة مع نفسك في مسلا ايه حد يساعدك حد ينقشك يسمعلك يبتدي ان انت ايه اشتغل في الحتة دي فالمهم انت ايه كل شوية بتعمل شك تماما حتة مهمة جدا 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 دايما تكون مفيش حاجة تلهيك على اللي انت بتعمله يعني الموبايل مقفول وبعيد عنك يا ريت يكون في وقت تانية او مسلا مع بابا مسلا يعني حد يمنعك ان انت تمسكه بتنساه خالص تابلت او اي حاجة مفيش تلفزيون جن مفيش مسلا يعني فيه مطش مش عادي في الساعة كامو بتاع فانت منشغل ان هو وفيه دوشة بره وبيزعق وجون ومشجون وبتاع مكان او وقت يكون انت مفيش الهاءات تماما انت دايما مركز فين دي المذاكرة اللي انا حطلع منها بكزا مجرد انت عملت الحتة دي بتقفر على نفسك فيها فحتلاق نفسك الاستيعاب بتاعك يعني كبير جدا ما تذكر شو انت جعان او انت عطشان يعني دايما نخلي مسلا جبك ممكن ازازة لو جنبك كل دير او تلاجأ بأزايل فل اه اكل برضو يع انت متاكلش اه مسلا ايه كل شوية تقوم وتروح وتجيب مش عارف اصلحاكل اه اروح مش عارف اصلح اشرب لا حط حاجتك جنبك اه يعني مش مش هتموت مسلا لو مسلا الفترة بتاعت المذاكرة ساعة ساعتين بتاع مش هيحصل لك فيها حاجة فجهز حاجتك بحيس الهدف زي ما بقولك ايه البعد عن الالهاءات وما تقومش كل شوية تروح وتجيب تمام برضو يا ريت لو انت من محبي المذاكرة في جماعي يعني ما تحبش مسلا تقود كده الواحدة كنت قول انا عارض الواحدة كده زيالها فل لا لازم بحد معي اخويا قريبي صديقي زميلي اي حاجة او مجموعة كبيرة انت مسلا تقول لنا ما بفوقش كده الا ما بقى في مسلا منافسة وده ناقشني وانا اقول له كلمتين وبتاع فافترض ان انت بتحب حاجة زي كده حط قواعد لي الزيت تذكره ما تسيبش كرعد على هواه واحد مسلا بيحب صوته عالي والتانين ما بيحبوش واحد مسلا بيحب يبقى عاد في صمت يعني بص كده بس بعينه الناس بتختلف او الطلبة طوام بيختلفوا اعملوا قواعد عامة بحيس ايه تستفيدوا من الجلسة مع بعض ما فيش فان ايه يصمم على الاجابة بتاعته خلاص ان شاء الله يحصل ايه لازم من انا يعني اجابتي تطلع صح وكده لا انا الهدف من السيشن اللي انا اعاد فيه ديت ان احنا في الاخر نستفيد بحيس ان انت ايه بيبقاش مجرد تضيع وقت وتعود وتهزر وتتكلمه وبتاع لا او حط قواعد ويارد ايه يعني تمشو عليها كلكم وطبعا يدبع النقطة دي ان انت مسلا عندك مسلا في البيت طبعا مكونات لديه اثاث في ايوة في شخصيات في البيت يعني ياريت مثلا الدولاب مثلا راح كاتب كده عليه ورقة كده هاا ده مثلا مسلا دى غسابة مثلا يرام sealة مسلا مثلا او دش واشنغ مشين او كده يعني اما مهم ايه كل حاجه با ايه تي في او مثلا سمارت تي في دي مسلا الهيلة ده اعتبر اكتب Director اتشير يعني كل حاجه اكتباه عليها هو خامق مسمح عليها يعني ممكن مسلا واحد يقول لك اطلع برا وتحب بغدلنا الدنيا بحيس ان انت كل شيء ما تشوفها كل شيء هتبص عليها دي طعن ايه يعني هتقوي معاك وحتثبت معاك الايه الكلمات دي عندك مسلا فين نهاردة مسلا ليست هتعملوا مسلا نهاردة حقابل مش عارف مين واروح فين الساعة كام واذاكر مش عارف مع مين وفي مشوار مع ايه او حقعد في البيت وحعمل كذا 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 اكتب المهام ديت عصبورة او مسلا عندك كده ايه يعمل كده بورد كده بحلها وحط عليها ورقة ان هي دي المهام اليومية بتاعتها ده بتاع مثلا او بتاعي اكتب مثلا واحد حعمل كذا بالانجليش طبعا اتنين حعمل كذا يعني تعايش مع اللغة فهم الفكرة يعني هي قصة كلها ايه ان انت مش مجرد خدت كلمات وخلاص وكده يعني مجرد ان حفزتها وانتهت على كده لا انت عايز تمارسها طبعا تكلمة سواء كنت طالب طالب كبير يعني من سنة ومسلا انت طالع او ان انت يعني مجرد ايه يعني عايز تتعلم لغة وخلاص دي المعايشة هي الاساس في تعلم اي لغة تمام فيها يعني ممكن عنصر فيها مثلا انت بسم الله ما شاء الله قوي بتلقب بسرعة هتاخد عنصر واحد وتمارسه وتمشي فيه تبقى الدنيا معاك ايه زي الفول ده كان معاكم النهاردة مستر اشرف بيكلمكم على اه خمس نصائح لتعلم اللغة الانجليز ايه عايزت اه يعني تشوف اه موضوع باستفادة اكبر موجود عندي على الموقع بتاعي وحسب لكم اه الرابط او موجودة قدامكو هي عالشاشة اراكم ان شاء الله في فيديو قريب وحتى ذلك الحين اتمنى لكم وقتا سعيدا ومنتعا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة